السلام عليكم أهلا بكل متابعي يا إيل كرام إن شاء الله في الصحة وعافية دايما يا رب معاكم شايماء محمد وفيديو النهاردة مميز ومباشر كده معاكم من مطبخي لأول مرة زوجي هيعمل لنا الغداء يا ساعدي بقى يا هنائق هو متميز جدا في الأكارات السريعة وإحنا بنحبها جدا من إيده طبعا تسلم إيده ربنا يديله الصحة والعافية طريقته هتعجبكم جدا هنعمل بقى واجبت غداء سريعة أو عشاء زي ما تحبي الموضوع مش هياخد منك عشر دقايق وهتبقى الأكلة جاهزة المكارونة بالسوسيز أكلة سريعة ولذيذة عايزة بقى تسميه سوسيز هوددج بس الصراحة طعمها ما يختلفش عليكم شايفين ماشاء الله ما بتتكلش غير سوخنا كده اللهم بارك والجبن بتبقى سايح عليها يلا بقى نسمي باسم الله ونصالي على رسول الله وزوجي بقى هيبتدي يقول معاكم مكونات الأكلة يا مساء الخير على كل حبيبنا النهاردة هنستعمل في وصفتنا سوسيس اللحيمي هم الممتجات اللي تعمها لذيذ جدا الصراحة في عالم ماركة ممتازة أول تعالوا بقى معانا دلوقتي نشوف التوابل هنستخدمها إن شاء الله في الأكلة بتاعتنا معانا نص معلقة من الملح والفلفل والكزبرة النشفة والبابريكة وتوابل اللحمة ومعانا زتون مخلي ومعانا مشكل جبن بالنسبة للخضار اللي هستخدمه النهاردة معايا فلفل ألوان فلفل أخضر بصل وطماطم وكمية الخضار دي طبعا حاجة ترجعلك حسب السوسيس أو كمية الماكرونة اللي انت هتستخدميها بس يا جماعة الصراحة الفلفل ألوان ممتاز جدا في الوصفة دي يعني هو مكون أساسي بيدي للماكرونة طعم حلو قوي قوي الفلفل الألوان كمان انت هنا استخدمت بيفرق في الطعم وفي اللون استخدمت كم حباية طماطم يعني انت بعملت السوس انت حطت الطماطم فريش نحن استكفى باربع حبيات طماطم بس لاننا مش هستخدم السوس للمكارونة الصراحة كده أخاف يعني بيدي لما تعملي صلصة وكده كده خفيفة جدا استكفينا بالطماطم الفريش دلوقتي بقى تقطع البصل كده إيه سليس رفيع جدا والفلفل الأخضر وهنبدأ نقطع دلوقتي السوسيس بتاعنا برضو الشرايحي انت عاملها وسط شرايحي مطيولة شوية ببقى أظرف شكلها ببقى أظرف أنا طبعا في الوقت ده كنت بس لقولك المكارونة استخدمي بقى أي نوع مكارونة انت عايزاه احنا هنستخدم مكارونة ألم في الوصفة ويلا بينا عالبو تجاز نعمل أحلى هدج مع بعض صنية كده سخنة على النار حطينا فيها شوية زيت تمام هنبدأ ننزل عندنا بالبصل الأول انت طبعا مقطع شرايح رفيع مش هاخد وقت خالص في التشويح هنبدأ بعد كده ننزل عندنا بنص معلقة طوم طوم تفرق طبعا في الطعم دلوقتي رحة الطوم يا جماعة في الوصفة دي ممتازة هننزل دلوقتي بقى بإيه؟ هنشوح السوسيس السوسيس مع البصل طبعا الريحة في المرحلة دي إيه؟ لا تحفة كانت جبارة الصراحة الطوم مع البصل مش هنسيبه كتير لان عندنا السوسيس من لحوم مصنادي بتاخدش وقت لا من اللحوم اللي هي المدخنة بتاخدش وقت على النار على طول بس تشويحة كده هنبدأ نشوح بس شوية هنحط بقى السحر كله السحر كله إيه؟ معلقة سامنا بلدي دي هتفرق في الطعم جدا هنقلب شوية دلوقتي بقى دور إيه؟ نحط التوابل هنبدأ نحط التوابل بتاعتنا عشان الرواح الجميلة تطلع يعني أحسن حاجة تشوحي التوابل طبعا هننزل بقى بالفلفل السود والكمون والبابريكا والكوزبارة النشفة والتوابل اللحوم نص معلقة صغيرة بس من كل حاجة هنبدأ نقلبها دلوقتي تشوح كده تشوح معها تشوح صغيرة موضوع بسيط ما يخدش أي وقت خالص سهلة جدا وصفة سهلة جدا والله لذيذة جدا يا جماعة إن شاء الله تجربوها وتعجبكوا خلاص كده تمامت تشوحت كويس نبدأ ننسل عندنا بالخضار بتاعنا الطماطم وطبعا الطماطم هتنزل سوس حلوة قوي قوي هنستخدمه طبعا مع المكارونا هو هيبقى السوس بتاعنا للمكارونا اه احنا محطناش أي سلسة خالص اكتفينا بالطماطم الفرش كده نتبقى خفيفة وجميلة اه خفيفة الصراحة أخافي منك تحطي سلسة او اي سوسات تانية بسوا بقى كده الطماطم ونزلت سوس جميل وجمعت كل التوابل مع السوسيز دلوقتي بقى اخر حاجة ايه احنا قعدناها تقريبا خمس دقايق خمس دقايق على النار بس كانت اه كانت الطماطم نستود بالشكل ده الفلفل طبعا في الاخر طبعا مش هنسويه كتير عشان ما يفقتش ايه الفيتامينات اللي فيه ايوه بس كده تقليبة سريعة وخلاص قفلنا على النار منزل عندنا حب الزتون انت حطيت نص زتون والنص التانية هنحطه لما نيجي نحط ان شاء الله في الصناية تمام بقى يلا بينا كده نجمع كل حاجة المكارونة عندنا تسلقت والسوسيز جهز تمام في الصناية بقى ايه انت حتحط طبقتين اه نفرش اول طبقة اول طبقة تحت كده طبقة السوسيز قبل المكارونة تمام احنا الكمياتج عملتنا صنيتين مش صنية واحدة بس احنا استخدمنا حوالي ست صوبة من السوسيز اه تمام عملتنا صنيتين اللهم بارك يعني اتاكلوا على طول طبقة المكارونة دلوقتي اه مكارونة الالم احسن حاجة في الوصفة دي برضو اه الابلات بيحبوها طبعا نحط المكارونة ونضغط شوية ما استخدمناش اي سوس على المكارونة اكتفينا بالسوس بتاع السوسيز بس باكل خفيفة وابدى حط طبقة من السوسيز تاني تمام وفرشها حلوة عليها من فوق انا بقى طبعا كنت بشم الروايح يعني الله مبارك كانت توفة اه والله فاص التوم كمان كان مدي للأكلة حلوة جدا ريحة جميلة احنا يعتبر برضو ما حطناش توبل كتير احنا حطنا بس نص مع الأزاهرة من توبل اللحمة مع الكمون والفلفل والكزبرة وهو اصلا ما شاء الله السوسيز بيبقى فيه توبل حلوة مدخن اه بالضبط كده يعين يعيني عالجمال طبقة تانية السوسيز بتاعنا تمام انت الصراحة ماليته بزم اخر حاجة بقى ايه الزيتون حطيت انت شوية زيتون لا لسه الجبنة الجبنة بقى مشكل الجبن براحتكوا بقى عايزين تحطوا متزرلة بس شيدر بس احنا مستخدمين هنا مركة الحمد حلوة قوي احنا حطينا تقريبا على الصينية حوالي اقلي من ربع كيلو الصينيتين خدوا ربع كيلو مشكل جبل نبدو عندنا نحطها في الفرن خديتش وقت برطه ايه خمس زائف في الفرن الجبنة تسيح بس بس عندنا كل حاجة مستوي المقارونة والسوسيس مستوي بسه بقى خرجت اللهم بارك عليها يا جماعة صراحة الريحة تحفة اوه يعني ما شاء الله يعني اولادنا كانوا وقفين كده صف كل واحد خطة بقى خلصت في ثانية اللهم بارك زودنا بقى كاتشف بإذن الله تسلم ايدك ربنا يبارك فيك ويديك الصحة يا رب ويجعلو دايما كنا دايما بإذن الله تعبلينا احلى حاجة ان شاء الله ممكن ادقها بس اتفضل اقولكو رأي بس ده الرأي مجروح جميلة جميلة ما شاء الله ما شاء الله بألف هان عليك عبالي المرة الجاية يا درش ان شاء الله عبالي الأكلات الجاية اوعدني ان شاء الله ان شاء الله ان عجبة الناس بس لا تسلم ايدك بصوا بقى الجمال اللهم بارك تحفة تحفة يا جماعة سخنة كده يعني ملهاش حل ما شاء الله والمكارونة خفيفة يا رب الوسط تعجب الناس بإذن الله تعجبهم لا لا ده تسلم ايدك والله ان شاء الله هنزله أكلات جميلة بيعمل شوية أكلات يا جماعة سريعة يعني هتعجبكو جدا خاصة الأولاد بقى اللي ملهمش في الطبيق زي ولادنا كده والأكلات التقيلة نعم ليش في الطبيق برضه انت فعلا ليك في الأكلات دي تسلم ايدك اتمنى بقى في نهاية الفيديو الوصفة تكنا ليت اعجابكو بتنسونيش بقى من اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على علامة الكل مستني تعليقاتكو بتشجعني كتير كان معاكم مصطفى وشايماء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر